الفيسبوك مكان غني بكل طريف هذا بسط كتبه رجل من عامة الناس يعمل سائق تكسي نقرأه ونتخيل أنه هو الذي يقرأه لو عرفتم ما أعرف لوقفتم كي تتفكر وتتدبر ولوضعتم الدنيا كلها في كفة وموقف الشرف في الكفة الأخرى كلما تذكرت ذلك الموقف كلما شعرت بالعزة والإباء يملأان كياني كنت أقود سيارتي لأوصل السائح إلى فندقه كان مستعجلا قلت له أبشر أنت مع أسد الشوارع هكذا يسمونني السائقين عبرت بسيارتي إشارتين حمراوتين وبالله عليك إذا لم يعبر ابن عشيرة البرغي وابن الحزب الإشارات الحمراء فمن يعبرها في البلد اعترضتني الإشارة الثالثة اعترضني عندها شرطي من النافذة أبرزت له هوية الحزب وقلت له أنا من عشيرة البرغي أصر على أن يغرمني وأصريت على أن أعرفه مكانه نزلت وصفعته بالخماسي ومضيت في طريقي رأيت في المرأة إعجاب السائح بفعلي في اليوم التالي كنت أمام القاضي كان شخصا رائعا قال لي يا ابني لا غرامة عليك فاخرج مع حضرة الشرطي وصافحه في الخارج أنا أصافح من أوقفني وعطلني فعلا الدنيا آخر وقت كما يقول في الأمثال مد الشرطي يده وكورت قبضتي لألكمه فخاف وابتعد الناس لا يفهم أن البلد لا يستب فيها النظام إلا إذا عرف كل شخص مكانه بعد أسبوع قتل ولدي أمام البيت برصاصة في رأسه لا بأس عندي غيره خمسة من سجل المحكمة عرفت أين يسكن الشرطي وتكفل أبناء العشيرة بنقله إلى جهنم وتكفل الحزب بضبط الوضع هذه أشياء تحدث في كل البلاد وطالما كان الحزب سيطرا ويبذل مساعيه الطيبة فكل مشكلة تحل والمركب يسير نحن نقرأ ما كتبه ذلك الرجل السائق يقال أن المظاهرات التي قامت ضد الزعيم حفظه الله أدت إلى قتل وجرح وهذا ليس استطراب بل سأقول لكم سبب ذكري لهذا الأمر هذه المظاهرات أبرزت للحزب وللزعيم أماكن الخلل فجاءت عملية التطهير والتهجير ليعود الضبط إلى المجتمع ولماذا ذكرت هذا الأمر لأنني في هذا الحراك الشرير استطعنا أن نتخلص من إخوة ذلك الشرطي مع أبناءهم كانت مناسبة جيدة لتطهير البلد منهم وبالطبع من أمثالهم أيضا ويظل أسد الشوارع محافظ على مكانه ومكانته لهذا السائق له قوانينه الخاصة نحن بالطبع وكعادتنا لا نعلق على مضمون ما يكتبه الله نحن فقط نشيره إلى الأخطاء الشائعة فهيا نبحث عنها لو عرفتم لو عرفتم هذا عرفتم ما أعرف لفوقفتم كي تتفكروا وتتدبروا ولو وضعتم الدنيا كلها خطأ الدنيا كلها لأنها توكيد لمن فعول به في كفة خطأ في كفة وموقف الشرف في الكفة الأخرى كلما تذكرت ذلك الموقف كلما كلما لا تكرر أشطب كلما الثانية شعرت بالعزة والإباء يملآني كياني خطأ كياني الكيان كنت أقود سيارتي لأوصل 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 السائح قلت له أبشر أنت مع أسد الشوارع هكذا يسمونني السائقين هنا خطأان هكذا يسميني السائقون عبرت بسيارتي إشارتين حمراوتين خطأ حمراوين حمراوان حمراوين وبالله عليك إذا لم يعبر ابن عشيرة البرغي وابن الحزب ابن الحزب خطأ يعبر ابن عشيرة الحزب وابن الحزب الإشارات الحمراء جمع حمراء حمر الإشارة الحمر فمن يعبرها في البلد اعتراضني عند الإشارة الثالثة شرطي من النافذة أبرزت له هوية خطأ هوية أتت من الضمير هو وقلت له أنا من عشيرة البرغي أصر على أن يغرمني وأصريت خطأ أصررت على أن أعرفه مكانه نزلت وصفعته بالخماسي وفي المرآة وفي المرآة رأيته إعجاب السائح بفعلي في اليوم التالي كنت أمام القاضي كان شخصاً رائعاً قال لي يا ابني ابني تكتب بدون همزة لا غرامة عليك صافح الشرطي أنا أصافح من أوقفني وعطلني الدنيا آخر كما يقولوا في الأمثال خطأ كما يقولون في الأمثال مد الشرطي يده فكورت قبضتي لألكمه فخاف وابتعد الناس لا يفهمون ألا هذه لا تنصب لا يفهمون أن البلد لا يستتب فيها خطأ أيضاً البلد مذكر لا يستتب فيه النظام إلا إذا عرف كل وليس كل إلا إذا عرف كل شخص مكانه بعد أسبوع قتل ولدي أمام البيت برصاصة لا بأس عندي غيره خطأ عندي غيره خمسة من سجل المحكمة عرفت أين يسكن الشرطي أين يسكن الشرطي ونقلوه إلى جهنم وتكفل الحزب بضبط الوضع هذه أشياء خطأ أشياء ممنوعة من الصرف تحدث في كل البلاد وطالما كان الحزب مسيطراً خطأ طالما لا تستعملوا هكذا طالما معناها كثيراً ما يجب أن يقول ما دام الحزب مسيطراً ويبذل مساعيه خطأ يبذل مساعيه مفعول به منصوب المركب يسير المركب يسير يقال أن خطأ يقال إن وهذا ليس استطراض هذا ليس استطراضاً بل سأقول لكم سبب ذكري لهذا الأمر هذه المظاهرات أبرزت للزعيم وللحزب أماكن الخلل فجاءت عمليات التطفير والتهجير ليعود الضبط إلى المجتمع يقول هذا الرجل ولماذا ذكرت هذا الأمر لأننا في هذا الحراك خطأ الحراك الشريل استطعنا أن نتخلص من ماذا إخوة ذلك الشرطي مع أبنائهم الهمزة على كرسي كانت مناسبة جيدة لتطهير البلد منهم وبالطبع من أمثالهم ويظل أسد الشوارع محافظ على مكانه ومكانه يظل محافظاً هذا السائق لا ينقصه شيء من الشرف والإباء فقط يحتاج إلى الانتباه إلى قواعد اللغة اشتركوا في القناة